بسم الله الرحمن الرحيم ورباهم بنعمه وأسبغها عليهم ظاهرة وباطنة وأشهد أن عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام كان حديثنا في اللقاءات الماضية عن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه عز وجل وحديثنا إليكم في هذا اللقاء عن طرف من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم مع الخلق ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ غاية الكمال في حسن خلقه في جميع جوانب الحياة مع من يدعوهم ومع أصحابه ومع أقربائه وأهل بيته ومع الصغار ومع غيرهم حتى مع الحيوانات ولا غرابة في ذلك فهو رحمة الله المهدى ونعمته المسدى لهذه الأمة أثنى الله عليه كما تقدم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وامتن على الأمة ببعثته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم ومن يتأمل في سيرته وهديه يعلم أنه ما حاز هذا القدر واستحق هذه الرتبة عند الله إلا بتأهله لها جمع الفضائل من أطرافها قال عنه صهره وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه مع الناس قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وروا الإمام الترمذي في كتاب الشمائل عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مدح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وإذا تكلم أطرق جول ساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى كان أصحابه يستجلبونه فيقول إذا رأيتم صاحب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو كلام واجتمعت هذه الأخلاق الكريمة وغيرها مع حسن سمت النبي عليه الصلاة والسلام وإشراق محياه وحسن طلعته فزاد بهاؤه وسطعت أنواره قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وقال هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصفه وكان ابن خديجة رضي الله عنها وربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال كان وجهه يتلألأ تلألأ القمر ليلة البدر وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ولله در حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيد كأنك قد خلقت كما تشاء وقال أيضا في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد ومع ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وطلاقة الوجه وحسن العشرة نجده يحبب إلى أصحابه وأمته حسن الخلق ويدعوهم إليه ويبين لهم عظم أجر من تمسك به في أحاديث كثيرة تدل على شدة اعتنائه به وحرصه على أن تكون أمته متمسكة به فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أساوئكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون وفي رواية قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون قال صلى الله عليه وآله وسلم المتكبرون وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وسنتناول بعد هذا بعضا من أهم الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الخلق أولا خلق الصدق الصدق هو مطابقة الأمر المنقول لحقيقة الحال وهو قول الحقيقة أو التعبير عنها بالسلوك المناسب الذي يدل عليها وهو من أهم وأوفى الخصال التي تعارف الخلق على قبولها والإذعان لها ومنبع لكثير من الفضائل ووجود هذا الخلق ورسوخه يبعث على الإطمئنان ويقطع كثيرا من الأسباب التي تؤدي إلى التنازل كما أنه يسهل قبول الحق وله أهمية كبرى في حياة الناس وفي تعاملاتهم ومن هنا حرصت الشريعة الإسلامية عليه وأمرت أتباعها بالتزامه قال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ووعد الله أصحاب الصدق بالأجر الجزيل ليجزي الله الصادقين بصدقه وبيّن عاقبته المحمودة في الآخرة بقوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الخلق وقد كان معروفا بذلك في مجتمعه الذي عاش فيه حتى قبل بعثته فقد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين ولما أمره الله بإنذار قومه ودعوتهم إلى دين الله قام على الصفا بعد أن أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فنادى بأعلى صوته وصباحا وصباحا وهي كلمة نداء استغاثة عاجل فأسرع إليه قومه من كل حدب وصوت حتى من لم يستطع أن يحضر أرسل من ينوب عنه فلما اجتمعوا إليه قال لهم يريد أن يستثير اهتمامهم ويوقظ مشاعرهم قال أرأيتكم لو أخبرتكم لو أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدق فلما دعاهم إلى توحيد الله حاصوا كحيصة الحمر وقال أبو لهب لعنه الله وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال تبا لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه السورة التي تتلى في كتاب الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب إلى آخر السورة وقد سأل الصحابي المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أبا جهل عدو الله وعدو رسوله ودينه فقال يا خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال يا ابن أختي والله لقد كان فينا محمد وهو شاب يدعى الأمين فما جربنا عليه كذبا قط قال يا خال فما لكم لا تتبعونه قال يا ابن أختي تنازعنا وابن هاشم الشرف يعني في ميدان المسابقة والمنافسة فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجاثينا على الركب كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه هذا دليل على الحسد والعياذ بالله ولما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان وكان يومها على الشرك عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام فأرسل إلى الأسواق التي عندهم والتي يرتادها العرب وأهل مكة خاصة في ذلك الزمان للتجارة أرسل يسأل عن من له صلة وقرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام فجاءوه بجماعة ومنهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان يومها على الشرك فقال له هرقل بواسطة ترجمانه هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان لا وبين هرقل لأبي سفيان ومن معه سبب سؤاله له عن كذبه فقال سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وهذا من عقله وفطنته فاستدل بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والفضل كما يقال ما شهدت به الأعداء وأعظم من ذلك كله بيان الله لما في قلوب المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصديقه وعدم تكذيبه قال تعالى مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم خلق الأمانة والأمانة هي ضد الخيانة مأخوذة من الأمن والطمأنينة وهي تفيد الصدق والإخلاص وحفظ كل ما يلزم الإنسان أداؤه كما أنها تدخل في جوانب الحياة كلها فيما بين العبد وربه بالقيام بأمانة التكاليف التي ألزمه الله بها وأدائها على وجهها الصلاة والصيام والزكاة والحج وفعل الواجبات وترك المحرمات والقيام بأداء ما أوجبه الله من الرعاية لمن تجب له من الأهل والأولاد ونحو ذلك وكذلك فيما بينه وبين الخلق في معاملاته في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكلام والشهادة وأداء الحقوق ورد الوداء وغير ذلك وقد جعل الله هذه الخصلة من أخص صفات المؤمنين حيث قال جل ذكره في وصفهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأمر بها عباده إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وحذر من تضيعها والتفريط فيها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقد أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأداء الأمانة وقال كما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وحذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من تضيع الأمانة وبيّن شؤم ذلك وأنه من علامات الساعة عندما سئل متى قيام الساعة متى تقوم الساعة قال إذا ضيّعت الأمانة وقال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الصدارة في التزام هذا الخلق فهو معروف في مجتمعه بالأمين منذ نشأته وقبل نبوته وعندما دعا إلى الله ونابذه قومه وحاربوه لم يتغير موقفهم من أمانته حيث كانت موضع الثقة منهم قال ابن كثير رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مهاجرا أمر علي رضي الله عنه أن يتخلف في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يؤدي عنه الوداء التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته هذا غيظ من فيض وقليل من كثير عن خلق الأمانة وعن اتصاف الرسول عليه الصلاة والسلام به اللهم ارزقنا التمسك بدينك والتأسي بنبيك في هديه وسيرته إنك أنت الهادي إلى صراطك المستقيم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء قادم بإذن الله أستودعكم الله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أسلمون موسيقى